النهاردة أتمنى إن شاء الله إن الرسائل اللي في الحلقة توصل معانا كلام كتير ومعانا مواقف كتيرة يمكن التوقف بتاع الدوري خلى الناس تعتقد إن الأحداث هادئة نسبيا بس فالأهل خط أحمر كل حاجة بتتقال على النادي الأهلي صعب تعدي من هنا هنبدأ بدايتنا بالحاجة اللي فرحتنا كلنا الإسبوع ده وهي تتويج النادي الأهلي ببطولة الطائرة الأهلي في الطائرة والماسترز فريق بعقلية وشخصية النادي الأهلي زي ما بتشوفوا اللي احتفالات هي دي شخصية النادي الأهلي وهي دي شخصية البطل فرق الطائرة من الفرق المحببة إلى قلبي لأن الفريق ده بيتميز بأنه عنده الجينات الأهلوية الخالصة البيور بتاع النادي الأهلي وهي فكرة الانتصار وفكرة الهزيمة وفكرة توصيع الفارق لأكتر وقت ممكن أنت قادر تحققه فكرة أنت ما بتسبش فرصة لمنافسك فكرة أنت كل ما تقدر توسع الفارق بتعمل ده هو ده اللي بيقدمه الماسترز هو ده اللي بيقدمه عمالقة لعبة كرة الطائرة في مصر وهو فريق النادي الأهلي يعني شفنا سلاسية صاحقة ده استلام الكأس مجلس إدارة النادي الأهلي برضو مجلس إدارة نادي الزمالك ولحظة كانت مهمة جدا في حضور مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان سعيد باللقطة وكان سعيد بالبطولة والدعم المتواصل اللي بنشوف نتيجته في الملعب واللي نتمنى ينعكس على كل ألعاب الصلاة زي ما شفنا اللاعب عبدالله عبدالسلام القائد اللي عنده دايما دايما فكرة النادي الأهلي وفكرة أن انت دايما بتوسع الفارق هو ورفيقه أحمد صلاح وكل الفريق جمهور النادي الأهلي كان حاسس بالفرحة اليوم ده لأنه هو شاف فريق بعقلية النادي الأهلي شاف فريق بفلسفة النادي الأهلي طبعا الاحتفال كان واضح والسعادة بالبطولة يا جماعة داخل النادي الأهلي بيكون هو الإحساس الأهم والأكبر شفنا اللقطات واستعرضنا الفرحة وأعتقد نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تتواصل دايما فرحة النادي الأهلي بالبطولات وبشوف إن الفريق ده شبه قوي جيل النادي الأهلي سواء جيل فريق التلامزة بقيادة هيدوكوتي وكابتن محمود الخطيب ورفاقه أو جيل مستر منوي الجوزيفة 2005 بقيادة أبو تريكا وبركات ومن معهم بشوف إن الجيل ده قريب جدا من الفلسفة دي والشخصية دي نرجع بقى للصور اللي معانا عشان عندنا أرقام مهمة جدا بدايتنا حتكون الفريق ده وصل لإيه؟ الجيل والفريق اللي بقول لكم عليه إنه بشخصية النادي الأهلي واللي عنده جينات النادي الأهلي واللي بيفكرني بأجيال النادي الأهلي الزهبية في لعبة كرة القدم وصل لـ 81 بطولة وده رقم قياسي 81 بطولة في كرة الطيرة 33 دوري عام 21 كاس مصر 14 بطولة أفريقيا أبطال دوري 6 أبطال كاس 7 بطولة عربية كمان فيه شخص يستحق الدعم ويستحق الإشادة وهو المدرب اللي بيلقى ثقة الأهلوية واللي لو الفريق في لحظة كان فيه تعصر السنة دي الأرض ما تهزتش من تحته لأنه مدرب يصق في نفسه مدرب اللاعبة بتحبه جدا وقريب من اللاعبين نشوف محمد مصلحي ونشوف البطولات اللي حقها أربعة دوري 3 كاس 3 دوري أبطال بطولة عربية دي البطولات اللي كان محققها السنة دي اللي محققها أصدي مع النادي الأهلي كمان لما أنت تكون مش عارف إن لعيبة النادي الأهلي على قدر كبير جدا من التركيز ولما تبقى مش مسدى إن الجيل ده صانع فارق كبير أوي معاك ممكن تطلع نغمة زي برضو ما طلعت على أجيال الأهلي الزهبية وهي إن هم كبروا إن هم خلاص عجزوا إن فكرة استمرار مواصلتهم وتحققهم للبطولات كفاية كده بس ده ما بيحصلش مع النادي الأهلي عشان كده في احتفال أنا شخصيا بحبه لأنه بيدل على الإرادة وإن السن رقم مع لعاب النادي الأهلي ما ينعكس في الملعب أبدا نشوف الفيديو ونرجع نعقب إياك إن أنت تفكر إن السن عامل ممكن يأثر في بطولات النادي الأهلي لعبي النادي الأهلي أشبه بالخوارق لعبي النادي الأهلي عندهم إرادة تعوض أي فرقات وتعوض أي ادعاءات من المنافسين اللحظة اللي أنت بتحط لنفسك مبررات للتفوق بتكون هي اللحظة اللي أنت بتخسر البطولات قدام الأهلي بسببها لأن النادي الأهلي عارف كويس قوي هو عايز إيه عشان كده اللعيبة اللي تقال عليها عواجيز كانت هي اللي كسبت بسلاسية صاحقة والعجز كان في الملعب أمامهم عايز أقول لكم إن فريق كرة الطايرة في النادي الأهلي بيحقق رقم مخيف وهو آخر أربع مواجهات مع نادي الزمالك كان بيفوز بسلاسيات صاحقة يمكن كان في كاس مصر 2019-2020 الأهلي فاز في نصف النهائي بـ 3-0 في البطولة العربية فاز النادي الأهلي بـ 3-0 في الدور الحالي ذهابا إيابا فاز النادي الأهلي بـ 3-0 يعني أعتقد الرقم نفسه رسالة الرقم نفسه رسالة سلاسيات صاحقة للنادي الأهلي تخلي أي حد وشوفنا صحفيين منتمين للنادي الأهلي كانوا بيرهنوا بقلب على النادي الأهلي وأنه حيفوز بسلاسية لما تسأل نفسك ليه لأن راهن عن النادي الأهلي تلقى الرهان كاسبان ده اللي حصل فريق بيكتسح بسلاسيات فتقدر بقلب وبقوة تقول أن النادي الأهلي حيكتسح بسلاسية جديدة كانت دي رسالة لفريق يستحق الإشادة وخلاص ألعاب الصلاة ما بقتش بعيدة عن الأضواء ده بقوا تحت الأضواء وفي قلوب جمهور النادي الأهلي اللي بينتظر من كل اللعبات في النادي الأهلي إن هي تحقق نفس النتائج وتحقق نفس المرضود